أولا هل كان الجن مكلفون كتكليف الإنس قال أبو عمر بن عبدالبر الجن عند أهل السنة والجماعة مكلفون مخاطبون لقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان الآية ثلاثة من صورة الرحمن وقال الرازي في تفسيره أطبق الكل على أن الجن كلهم مكلفون بمعنى أن الكل قد أجمع على ذلك وقال القاضي عبدالجبار لا نعلم خلافا بين أهل النار أن الجن مكلفون وقد حكى زرقان وغسان أنهم متأرون إلى أفعالهم وأنهم ليسوا مكلفين وهذا القول خطأ والدليل أنهم مكلفون ما في القرآن من ذنب الشياطين ولعنهم والتحرز من غوائلهم وشرهم وذكر ما أعد الله لهم من العذاب وهذه الخصال لا يفعله الله تعالى إلا لمن خالف الأمر والنهي وارتكب الكبائر وهتك المحارم مع تمكينه من أن لا يفعل ذلك وقدرته على خلافه بعد تكليفه بالأمر ويدل على ذلك أيضا بأنه كان من دين النبي صلى الله عليه وسلم لعن الشياطين والبيان عن حالهم وأنهم يدعون إلى الشر والمعاصي ويوسوسون بذلك وهذا يدل على أنهم مكلفون وقوله تعالى في صورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى قوله تعالى فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على تكليفهم وأنهم مأمورون منهيون والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر